اشتركوا في القناة لدعائكم ويعطيك أكثر مما تمنيتوا لأمرعد وأكثر مما دعتوا لها يا رب خلينا نروح على توقعاتنا اليوم اليوم الأحد خمس وعشرين نيسان القمر طبعا موجود في منزلة الغفر وهي للكنوز والظفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 11 وتسعة وخمسين دقيقة بعد الظهر من ظهر يوم الأحد خمس وعشرين لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الزبانية هي منزلة مش جيدة ولكن وضع القمر بيخلي فيه أشياء إيجابية هي هذه المنزلة للفساد والقطع والمشاكل ولكن رح تكون إيجابية يعني القمر رح يكون إيجابي فيها اللي بدي يقطع علاقة اللي بدي يسوي مشاكل اليوم تبقى لمصلحته بالنسبة للقمر بما أنه موجود في الميزان طبعا تأثيره على جميع الأبراج في هذا اليوم هي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر رغم أنه في زوايا اليوم يعني لها علاقة بيقطع العلاقات العاطفية فعشان هيك شوي هاي رح تكون ممتزجة الأمور منكون اجتماعيين أكثر ومنميل للإسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة الغيرة دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة بننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو عيادة تزيين البيت أو المكتب واقتناء حاجية جميلة طبعا اليوم عنا ثلاث زوايا بطيئة اللي هي الزوايا السريعة البطيئة احنا بنسميها لأنه هاي الزوايا رح تكون ما بين عطارد يعني عطارد رح يشكلها مع زحل الزهرة مع زحل وعطارد مع الزهرة رح يشكلوا هاي الزوايا فاحنا بنسميها زوايا سريعة يعني مدتها ثلاث أيام تقريبا وبتنتهي أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين الزهرة وبين زحل يعني العاطفة وزحل مع بعض بزاوية سلبية هاي رح تكون فيه تمام الساعة أربعة وواحد وعشرين دقيقة صباحا فهاي بتهدد العلاقات العاطفية الضعيفة لقطع يعني من غير رجعة بشكل مفاجئ جدا وبشكل صارم وبشكل حاد جدا فعشان هيك بدهم ينتبخوا وخصوصا انه حكينا انه زاوية وجود القمر في الميزان له علاقة بالغيرة والشك والتحكم والأشياء هاي فبتكن تنتبهوا من هاي الأمور أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين زحل بين الفكر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام الساعة 11 و 57 دقيقة ظهرا هاي بتسبب نوع من أنواع المتاعب لأنه هاي المتاعب الفكرية والقلق الحذر الميل للكآبة بتحد من الخيال بتخلي الواحد يظل شارد الذهن متقلب بتعرض للإرهاق اللي بضر بعض مرات بالصحة وممكن يأثر حتى على الجهاز العصبي أو على القلب أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام الساعة 9 و 17 دقيقة صباحا نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهاي راح تكون في تمام الساعة 10 و 18 دقيقة ولكن الزهرة طبعا لأنه بشكل برضو زاوية سلبية تربيع غير اللي موجودة مع زحل في إلها زاوية برضو بتيجي مع أورانوس اللي هي الاقتران فعشان هي في الزهرة بتظل منتحسة رغم الزاوية الإيجابية قلنا أنه هاي الزاوية بين عطارد وبين الزهرة ساعة 10 و 18 دقيقة مساء بتعزز المواهب الفنية والأدبية طبعا بما أنه القمر موجود في الميزان فخلو المسار القادم راح يكون يوم الاثنين يوم ستة وعشرين أربعة بيبدأ في تمام الساعة 12 و 39 دقيقة بعد الظهر وبيستمر حتى تمام الساعة أربعة وثمنتاشر دقيقة مساءً لا ينتقل بعدها القمر لبرج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب أربعة عشر يوم في تمام الساعة 22 و 24 دقيقة عصراً يصبح 15 يوم نسبة الإضاءة 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية أما بالنسبة للقمر في الميزان حتى يوم ستة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة وعشرين في المية خمسة واربعين في المية عفواً عطارد في الثورة حتى يوم 4-5 منتحس بنسبة 10% الزهرة في الثورة حتى يوم 9-5 منتحس بنسبة 50% وإنه لأنه بشكله عطارد والزهرة زوايا التربيع والاقتران مع أورانوس المريخ في السرطان حتى يوم 11-6 سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً القمر في مكانه ما بيشير لتفاهم وهدوء وود يعني مكانه مش مناسب تماماً لأنه مقابلك تماماً فممكن تتعقد الأمور وتترى بعض البلبلة أهم إيش إنك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذر الأمور اللي بتتعلق بالقطيعة والدعاوة القانونية لأنه خصمك بالفترة هاي قوي والعراقيل ممكن إنها تستفزك بالفترة هاي فضبط الأعصاب اليوم مطلوب بشكل كبير وحاول إنك تحافظ على طاقتك لأنه طاقتك ضعيفة برج الثور بيتراكم العمل لديكم لكنكم بتجدوا تعاون من الزملاء أهم إيش إنكوا تمارسوا نشاط بدني للمحافظة على لاياقتكم حركتكم نشاطكم بتتزامن الواجبات عندك وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي أهم إيش إنك تحادر المشاكل الصحية بدك تنتبه لصحتك اليوم وبدك تنتبه لأعمالك حاول تنجز أعمالك وما تخلي أعمالك تتراكم عندك وبرضو في نفس اللحظة انتبه لغذائك يعني حاول إنك برضو ما تجهد حالك برج الجوزة طبعا اليوم إيجابي جدا اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم إيش إنك تلطف الأجواء وحاول إنك ترجع العلاقات لطبيعتها خصوصا العلاقات العاطفية واليوم ممكن تنال ما بترغب وتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة أهم شي تخلي علاقتك ما بينك وبين أبنائك للمتزوجين هاي تكون يعني كمان برضو تحت المجهر بدك تكون دقيق فيها برج السرطان بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم اليوم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شي إنك تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية أهم شي إنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك لأنه هاي برضو فترة زي ما حكينا فيها بعض المشاحنات الفترة هاي الإيجابيات اللي فيها برضو لبعض الأشخاص مناسبة للسفر أو أوراق السفر أو الأمور اللي إلها علاقة بالاستثمار برج الأسد بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات وخصوصا اللي مسافات قصيرة يعني مش السفر اللي بعيد هي السفريات اللي بتكون ما بين المدن والاتصالات بكل أنواعها بوسعكم اليوم اجتياز امتحان وبرضو عندكم اليوم ممكن تعززوا العلاقة أو صير فيه شيء ما بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الجيران ممكن يكون إيجابي طبعا بتكثر النشاطات حسب حقل اختصاصك بتكون لك لقاءات تعديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء إنك ما تتردد بالتحرك حاول تنطلق لأنه اليوم فيه إيجابية قوية بالنسبة لإلك برج العذرة ثم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي ومنكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة أهم شيء إنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو لحبيب لا تبالغ بمصاريفك الفترة هاي مطلوب منك دفعات أو مطلوب منك مصاريف أو في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالوضع المالي ممكن شوية تكون بدها شوية تركيز كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم للأمور المالية أو الاستشفائية في هاي الفترة بشكل دقيق برج الميزان بتبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها لأن القمر صار موجود عندكم فوجوده بيعدلكم ثقتكم بالنفس وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم بتصير بتصاعد بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة النجاح عندك وبتشتد عزيمتك بشكل كبير وممكن تنقلب المعطيات من طلقة ذاتها لصالحك برضو رح تكون ملفت للنظر خصوصا للجنس الآخر الأهم أنك تستغل للفترة هاي لأنها من الفترات المميزة برج العقرب بتتراجع صحتكم وبينتابكم شعور بالتعب والملل والسبب أنه وجود القمر في بيت المتاعب في الميزان فاليوم بتكون تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل لا توقعوا على عقد ولا تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ كون دقيق وركز لأنه أي خطأ ممكن يتسجل عليك بالفترة هاي حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك أو أمالك تخيب في هذا الموضوع وحاضر من البلبلة والالتباس ممكن أشياء تتعطل أو ما تمشي مثل ما بدك برج القوس بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا اليوم من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أهم شي نكو تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك واليوم ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهم شي إنك ما تستسلم بل كرر المحاولات يعني اليوم عندك فرص ممتازة من اللقاءات أو من العلاقات الاجتماعية رح تكون لصالحك فاستغل الأوضاع الاجتماعية بشكل كبير وعلاقاتك لتسيير أمورك برج الجديد يوم جيد للي بيبحث عن عمل واللي بيرغب في إدخال تغيير على طبيعة عمله أهم شي إنه اليوم بينتبهلكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم اليوم تتسلط عليكم الأضواء بشكل واضح تماما ممكن اليوم تخطع لعدة تجارب مهمة أهم شي إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك يعني حاول إنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع وحاول إنك ما تخالف القوانين ما تجازف ما تغامر ما تخوض أي شيء ممكن يشوه سمعتك خلال هذا اليوم الفترة هاي فيها بعض القلق وبعض التوتر ولكن أيام بسيطة وبتصير لصالحك برج الدلو بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر لبعيد أو أوراق سفر أو معاملات سفر أو اتصالات مع أشخاص خارج البلاد هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن اليوم تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو تتراسل على أمور إلها علاقة بالدراسة بتناقش بقوة وذكاء وبتجرأ على رفض أي شيء ما بيناسب وضعك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوة تجربة جديدة وبرضو فيها احتمالية لبعض الأشياء اللي بتتعلق بسفر أو متعامل مع أجانب برج الحوت بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتكون اليوم متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويب أهم إشي أنكم ما تهملوا صحتكم الأجواء ممكن أنها تصير أكثر إيجابية وتجاوب معكم خلال هذا اليوم أفضل من الأيام الماضية ممكن تلاقي أعمالك صدى طيب لا تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار في منكوا رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالقروض بالديون إلها علاقة بأموال ميراث مثلا أو تأمين الأجواء إيجابية وممكن أن تحصل أموالك ولكن بدك تنتبه من النصابين والمحتالين وتحافظ على أموالك من الصرقة والضياء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر